السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم يخص مدى التربية إسلامية للمستوى أولى أعدادي مكوّل اقتداء دار الأرقام التعارف والتشاور دار الأرقام التعارف والتشاور أهداف الدرس أتعرف وقائع أحداث السيرة بدار الأرقام بن أبي الأرقام أستخلص قيم التعارف والتشاور التي سادت بين المسلمين انطلاقا من دار الأرقام أستشعر أهمية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في خلق التعارف والتشاور أتأمل الوضعي وأتسأل تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم في سائر أطوار دعوته إلى أدى المشركين فأمره الله تعالى في العديد من الآيات القرآنية بالصبر والثبات على الطريق الحق قائلا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سورة قاف الآيات 39 فكيف قاوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى المشركين والمحاولات المتكررة لمنعه من نشر الدعوة الإسلامية قاوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى المشركين والمحاولات المتكررة لمنعه من نشر الدعوة الإسلامية بالصبر والثبات على طريق الحق أبني تعلوماتي المحور الأول مكانة دار الأرقام في مسيرة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة السرية حيث كان يقصد من يثق فيه من أقربائه ودويه وبعض من أقرب أصدقائه فكان يجمع بهم خفية في دار على مقربة من جبل استفاء بالحرم المكي لشخص يدعى الأرقام بن أبي الأرقام بن عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ويكن أبا عبد الله رضي الله عنه وقد اختار الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الدار للإجماع بصحابته لأنها كانت بعيدة عن أعود المشركين ولأنه كان يخشى على القل القليل من أسباعه من أن يفتنهم المشركون عن دينهم ويصدونهم عن طريق الهدايا وكان كثير من الصحابة الأوائل رضي الله عنهم قد أسلموا قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقام بن أبي الأرقام ومنهم اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم للإجماع بصحابته لأنها كانت بعيدة عن أعين المشركين ولأنه كان يخشى على القل القليل من أسباعه من أن يفتنهم المشركون عن دينهم ويصدونهم عن طريق الهدايا أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخباب بن الأرس وعامر بن فغيرة ومعمر بن الحارث وواقد بن عبد الله وعثمان بن عفان وعبيدة بن الحارث وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلم بن عبد الأسد وأبو عبيدة بن الجرح وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين وكان آخرهم إسلاما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما صاروا أربعين خرجوا بعد أن أمر الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ببداية مرحلة الدعوة الهجرية ببداية مرحلة الدعوة الجهرية وهكذا كان الدار الأرقام أول مدرسة في الإسلام منها تخرج جيل الصحابة الأطهر الذين نشروا الإسلام في الآفاق بعدله ورحمته وحمايته لكرامة الإنسان فكان الدين الخاتم والرحمة المهدات للعالمين أجيب لأستخلص أولا إن كانت تقع دار الأرقام بن أبي الأرقام كانت تقع دار الأرقام بن أبي الأرقام قرب جبل الصفا الجنوب الشرقي لمكة المكرمة أول مدرسة في الإسلام وهيد كانت تقع قرب جبل الصفا الجنوب الشرقي لمكة المكرمة أول مدرسة في الإسلام ثانيا لماذا اخترها رسول الله صلى الله عليه وسلم للإجتماع بصحابته لأنه كان يغشى على القل القليل من أتباعه من أن يفتنهم المشركون عن دينهم ويصدونهم عن طريق الهدايا ثالثا أذكر بعض أسماء الصحابة الذين كانوا يشمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدار بعض أسماء الصحابة الذين كانوا يشمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدار وهم أبو بكر صديق، علي بن أبي طالب، خباب بن الأرث، عامر بن فهيرة، معمر بن الحارث، وواقد بن عبد الله وعثمان بن عفان، عبيدة بن الحارث، عبد الرحمن بن عوف، أبو سلم بن عبد الأسد، أبو عبيدة بن الجراح وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين وكان آخرهم إسلاما عمر بن الخطاب رضي الله عنه رابعا من آخر الملتحقين بدار الأرقم من الصحابة رضي الله عنهم آخر الملتحقين بدار الأرقم من الصحابة رضوان الله عليهم عمر بن الخطاب المحور الثاني التعارف والتشاور بين المسلمين أول درس من دروس دار الأرقم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين مكة وغار حراء للتعبد وانتدار النزول الوحي وحين يتلقى من ربه أجزاء جديدة من القرآن الكريم بواسطة الملك جبريل عليه السلام كان يسهرع إلى مكة للالتقاء بصحابته رضوان الله عليهم في دار الأرقم بنؤب الأرقم ليبلغهم بما نزل عليه من هدايات الوحي ليبلغهم بما نزل عليه من هدايات الوحي وليعلمهم ما تلقاه عن ربه من أوامر ونواهي وفي بعض الأحيان كان يلتحق بجماعة المؤمنين رجل أو مرأة معلدا إسلاما فيتعرف إلى المؤمنين السابقين الأولين وهكذا وضيفت إلى دار الأرقم وضيفة تعرف بين المسلمين الجدد بالإضافة إلى وضيفة تعلم والتعليم كما كان المسلمون يستغلون فرصة وجودهم في هذه الدار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشاور فيما بينهم في أمور الدعوة إلى الله ونصرة دينه وبذلك أصبح الدار الأرقم بالإضافة إلى تعليم وتعارف دار مشورة وتشاور وهكذا كان لهذه الدار وضائف تربوية وتعليمية وتشاورية متكاملة إذ فيها بنيت الأسس الأولى للدعوة الإسلامية بما تمثله من قيم الرحمة والتعارف والتشاور والإخاء بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل أعلى في الأخلاق قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين سورة آل عمران الآية 159 أجيب لأستخلص أولا متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى بصحابته رضي الله عنهم في دار الأرقم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى بصحابته رضوان الله عليهم في دار الأرقم حين يتلقى من ربه أجزاء جديدة من القرآن الكريم بواسطة الملك جبريل عليه السلام أعيد حين يتلقى من ربه أجزاء جديدة من القرآن الكريم بواسطة الملك جبريل عليه السلام ما الوظائف الثلاث لدار الأرقم؟ الوظائف الثلاث لدار الأرقم وهي التعليم التعارف دار مشورة وتشور أعيد التعليم والتعارف دار مشورة وتشور أذكر بعض الأخلاق السامية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل بها أصحابه بدار الأرقم ويربيهم عليها الرحمة الرفق في المعاملة العفو الاستغفار التشاور التعارف التوكل على الله ويد الرحمة الرفق في المعاملة العفو الاستغفار التشاور التعارف التوكل على الله وضف تعلمتي أنجز على دفتري بطاقة تعريفية بدار الأرقم وفق النموذج تالي بطاقة تعريفية لدار الأرقم اسم صاحب الدار الأرقم بن أبي الأرقم بن مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وعيد الأرقم بن أبي الأرقم بن مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم مكانها قرب جبل الصفا الجنوب الشرقي لمكة المكرمة أول مدرسة في الإسلام أسباب اختيارها من طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت بعيدة عن أعين المشركين ولأنه كان يخشى على القلل قليل من أسباعه من أن يفتنهم المشركين عن دينهم ويصدونهم عن طريق الهدايا أعيد لأنها كانت بعيدة عن أعين المشركين ولأنه كان يخشى على القلل قليلة من أتباعه من أن يفتنهم المشركين عن دينهم ويصدونهم عن طريق الهداية الدور الذي كانت تقوم به تعليمهم مبادئ القرآن الكريم تلقينهم القيم والأخلاق التي جاد بها الإسم التعارف والتشاور الدور الذي كانت تقوم به وهي تعليمهم مبادئ القرآن الكريم تلقينهم القيم والأخلاق التي جاد بها الإسم علاوة وزيادة على التعارف والتشاور القيم سائدة بين الصحابة فيها الرحمة الرفق في المعاملة العفو الاستغفار التشاور التعارف والتوكل على الله لماذا عرفت دار الأرقم بأنها المدرسة الأولى في الإسلام بعد أن أمر الله تعالى رسوله الكريم ببداية الدعوة الجهرية وهكذا كانت دار الأرقم بنؤب الأرقم الأولى في الإسلام استظهر آية تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التشاوري مع المسلمين وهي صورة آل عمران الآية 159 سبيل التعاون بين الناس أدعم تعلمتي خاطب الحق سبحانه رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم في صورة آل عمران فقال واستغفر لهم مشاورهم في الأمر الآية 159 يتضح من هذه الآية ضرورة أهمي الاستشارة والتشاور مع الآخرين أذكر ثلاث فوائد للإستشارة في حياة الإنسان فوائد تربوية فوائد تحليمية وفوائد تشاورية أقتدي وأتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في التواصل والتعارف للتعارف فوائد كبيرة منها أنه يقوي روابط الأخوة في الله وهو سبيل للتعاون بين الناس ملخص لدار الأرقم بن أبي الأرقم التعارف والتشاور اسم صاحب الدار الأرقم بن أبي الأرقم بن مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم عنوانها قرب جبل الصفاء الجنوب شرقي لمكة المكرمة أول مدرسة في الإسلام أسماء الصحاب الأوائل الذين تخرجوا من مدرسة دار الأرقم أبو بكر صديق علي بن أبي طالب خباب بن أرس عامر بن قهيرة معمر بن حارس واقد بن عبد الله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف الدور التعليمي الذي كانت تقوم به دار الأرقم تعليمهم مبادئ القرآن الكريم تلقينهم القيم والأخلاق التي جاد بها الإسلام التعارف والتشاور القيم التي نشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة الرحمة الرفق في المعاملة العفو الاستغفار التشاور التعارف والتوكل على الله الدروس والعبر العلم والمعرفة والهدايا القرآن الكريم المصدر الأول للأخلاق والقيام تعليم صحابة بعضهم بعضاً لإسلام ونشر الإسلام في مكة اسم صاحب الدار الأرقم بن أبي الأرقم بن مناث بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم الأرقم بن أبي الأرقم بن مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم عنوان در الأرقم قرب جبل صفا الجنوب الشرقي لمكة المكرمة أول مدرسة في الإسلام أسماء الصحابة الأوائل الذين تخرجوا من مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم أبو بكر صديق علي بن أبي طالب خباب بن الأرث عامر بن قهيرة معمر بن الحارث واقد بن عبد الله عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف الدور تعليمي الذي كانت تقوم به دار الأرقم تعليمهم مبادئ القرآن الكريم تلقينهم القيم والأخلاق التي جاذبها الإسلام ذائد التعارف والتشاور القيم التي نشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة هناك الرحمة، الرفق في المعاملة، العفو، الاستغفار، التشاور، التعارف والتوكل على الله الدروس والعبر العلم والمعرفة والهدايا القرآن الكريم المصدر الأول للأخلاق والقيم تعليم صحابة بعضهم بعضا الإسلام نشر الإسلام في مكة إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا يسعوني إلى أن أطلب منكم الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر جرس ليصلكم مني كل جديد بالتوفيق وللجميع في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر